شاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح من قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل شعار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ما زال يتهاوى أمام أعين من رفعوه وأيضا من صدقوه حلقة دسم النهار ده ومليانة ومتنوعة في معلوماتها تعالوا مع بعض نشوف العنوان غروب الشمس وتجذيب العلماء لظاهر القرآن تعالوا نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوع النهار ده أهلا بيك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طبعا هنبدأ به العنوان لأنه يمكن يكون مش مفهوم خلينا نشوف ايه اللي بتكسده من العنوان العنوان ببساطة غروب الشمس في عين حميئة حنشوف الفرق بين ما قالهم محمد رسول الإسلام والقرآن طبعا بداية والصحابة والتابعين في جانب والذين أتوا بعد كده ما الذي قالوه لنرى الفرق الكبير وكيف أنهم طرحوا القرآن وكلام رسول الإسلام وكلام الصحابة والتابعين وارتبطوا بما وصل إليهم من علوم يعني العلماء هنا علماء الإسلام علماء الإسلام علماء التفسير نعم دول اللي أنا بقصدهم في الكلمة علماء نعم طيب أنا عارف أن المادة عندك كثيرة ويمكن نسابق الريح النهاردة طيب خلينا نبدأ على طول يلا الفكرة موجودة على الإنترنت وأنا طورتها يعني لكان يتصلح لحلقة في التلفزيون هنا بنشوف سورة الكهف 83 النص المشهور ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب حتى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة عن كل حد هنا زي ما احنا شايفين دلوقت القرآن بيتكلم عن غروب الشمس في عين حمئة وحاخذ الموضوع يعني ذا الوقت دا قرآن الحلقة دي بالمناسبة يعني الناس المهتمين من الأحباء المسلمين اللي بيبحثوا عن الحق الحلقة دي هتساعدك مساعدة ضخمة كبيرة جدا تابعني وأنا أسف هكون سريع بعض الشيء دا القرآن تعالوا نشوف رأي محمد رسول الإسلام حديث وآدي قدامكم تصحيح الحديث لن أقرأ لي أجل الوقت عن أبي ذرن قال كنت مع النبي عند غروب الشمس فقال لي يا أبا ذرن يا أبا ذرن هل تدري أين تغيب هذه عن الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حمئة الكلام لغة عربية بسيطة لا يحتاج إلى معاناة الرسول بنفسه إضافة إلى قرآنه يشهد أن هذه الشمس تغرب في عين حمية إذن القرآن وشفنا الرسول نأتي الآن إلى الصحابة واحد من أشهر الصحابة هو عبد الله بن مسعود الراوي سعيد بن جبير المحدث شعيب الأرنقوت إلى آخره ابن عباس عفوا ابن عباس ماذا قلت؟ عبد الله بن مسعود لا ابن عباس آسف شكرا للتصحيح فيقول عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذا الحرف في عين حمئة سورة الكهف ويقول حمئة سوداء تغرب فيها الشمس إذن ببساطة دلوقتي عندنا قرآن عندنا رسول الإسلام عندنا صحابي وكل الصحابة بعد كده سنشوفهم كلام بسيط بلغة عربية مفهومة جدا أن الشمس تغرب في عين حمئة هذه النص القرآني قدامنا هناخد بداية هذه العبارة الصفراء حتى إذا بلغ مغرب الشمس قبل أن ندخل فيه وجدها وعين حمئة أو الكلام ده يعني بداية حتى بلغ مغرب الشمس خلينا نشوف الطبري بكل بساطة الطبري وهنا مهم جدا نعرف الناس زل عاشوا في أي قرن الحلقة دي بالذات الطبري عاش في قرن تاسع وعشر لأنه عاش عمر طويل مات سنة تسعمية تلاتة وعشرين بكل بساطة وهو في القرن العاشر بدايات القرن العاشر يقول حتى بلغ مغرب الشمس يقول تعالى ذكره حتى بلغ زل قرنين مغرب الشمس تعليقي أنا ليس هناك أي خلاف بين أي صحابي على صريح القرآن بأن ذل القرنين وصل إلى مغرب الشمس ولذلك لم يقل الطبري اختلف أهل التأويل بل أتى برأي واحد فقط وهو السابق ليس لدينا أحباء المشاهدين أي كلام كثير في هذه النقطة مما يدل على أن ظاهر القرآن عند العرب كما فهموه من محمد أن ذل قرنين وصل إلى غروب الشمس نعم والآتي من كلام محمد والصحابة والتابعين سيؤكد ذلك المشاكل مع النص القرآن افتع لها الذين أتوا بعد محمد والصحابة والتابعين طيب وللتوضيح لازم تخلوا بالكم من الآتي هذه لستة المفسرين الطبري قرن عشر تاسع وعشر طيب احنا بنتكلم ميلادي طبعا ميلادي نعم الهجر هو قدام الأحباء اللي عاوز رجعله طيب الطوصي جي بعده قرن 11 الزمخشري جي بعده قرن 12 هو والطبرسي قرن 12 الرازي بعدهم 13 هو والبيضاوي والقرطبي دول قرن 13 ابن كثير جي بعدهم قرن 14 الجلالين قرن 15 والشوكاني قرن 19 ده بيورينا ترتيب الفكر وصلهم ازاي كل مواحد توصلوا معلومة بيقف قصاد نص القرآن لأنه اتنور وصلوا علم نعم وعلشان أوضح حدي مثال واضح جدا طيب تحت عنوان مثال للتوضيح ايه هو المثال للتوضيح عندينا دا تصحيح الحديث الحديثين اللي حيذكروا اللي عاوز يرجع لهم تلاتة بيعرفونا من هو زي القرنين طيب نلاحظ الفرق الكبير بين التلاتة حسب حسب تاريخ كل واحد عاش امتى متى عاش نأتي الى التلاتة الجلالين قرن 15 طيب محمد قرن سادس خمسمية وكسر نعم مات ستمية وثلاثين ومعاه علي بن أبي طالب طيب طيب لما جاي يعرفونا من هو زي القرنين نشوف علي كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه دا يمشي مع القرآن انه هذا الاله اله القرآن كان بتكلم مع زي القرنين نعم طيب نأتي الى محمد خلي بالك معايا بقى محمد عرف زي القرنين ازاي محمد يقول قال رسول الله ما أدري زي القرنين أنبيا كان أم لا ما عرف طيب بعد التسع قرون يأتي الجلالين المحلي والسيوطي ماذا يقولان ويسألونك أي اليهود عن زي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا يعني أصبح الجلالان يعرفوه يعرفان أكثر من محمد صحيح يبقى الموضوع مش نبوه صحيح يبقى الموضوع كان معلومات يعني حتى الجلالين أنا تبعت كل تفسير في هذه الجزئية لم يخجلا أن يقولا أن الرسول قال أنا بيا لا أدري هو نبي ولا لا وهم بيقولوا أنه وهم بيأكدوا هو مش نبي ليه لأنه وصلهم في القرن احنا متكلم قرن 15 نعم العلوم انتشرت والمعارف انتشرت زي عصرنا كل عصر العلوم بتنتشر صحيح فالجلالين بكل بساطة يقولان لا واسمه كمان انت مش عارف انه هو نبي احنا عارفين اسمه نعم وعارفين انه هو ما كان مش نبي نعم اذا الموضوع لو رسول الاسلام نبي ويعرف اي شيء ما كناش لقينا هذا التفاوت الكبير نعم بين كلامه وبين كلام اتنين مفسرين صحيح صحيح الغريب انه مخجلوش قصو لو جابوا الحديث حيطلعوا محمد مش عارف فخبوا الحديث زي ما بيقولنا الشيخ وسيم يوسف نعم اذا القضية ليست فقط كارثة مكان غروب الشمس لا انما ما يشمل القصة كلها من هو ذو القرنين القدامى ابتداء من محمد لا يعرفون من هو بينما اوه حتلاقي كلام كثير بينما تلاقي دلوقتي الجلالين بكل بساطة يعرف هنا يكتشف المسلم معي كيف يعالج النص القرآني عند المفسرين حسب معلوماتهم نعم مش حسب ما قال الرسول والصحابة تحديدا في هذا النص نعم ومن يريد مراجع أكثر للحديث بتاع رسول الإسلام اهي قدامكم المراجع ما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا آتي الآن أدخل إلى مرحلة أخرى بهذا العنوان آراء رافضي ظاهر وصريح القرآن وكلام محمد والصحابة والتابعين حتى بلغ مغرب الشمس نعم 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 ومحمد ونعم وابن عباس بلغ مغرب الشمس لا يجد فيه أي كلام نعم لا تعارض بين أي صحابي والآخر نأتي إلى التبرسي قرن 12 الرجل وصلته معلومات واتنور حتى بلغ مغرب الشمس أي موضع غروبها أنه انتهى إلى آخر العمارة من جانب المغرب وبلغ قوما لم يكن وراءهم أحد إلى موضع غروب الشمس ولم يرد بذلك أنه بلغ إلى موضع الغروب لأنه لا يصل إليه أحد هنا التبرسي واقف في النص برضو يعني هو في مكان للغروب نعم لكنه ما ممكن حد يوصل لكن في مكان للغروب حسب المعلومات اللي كانت في عصره فهو أفضل من محمد وأفضل من القرآن حسب المعلومة نتقدم مع ابن كسير قرنين بعده نعم يقول قرن 14 ابن كسير وقوله حتى بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض أو يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعزر مش ممكن في حين نكتجد الأوائل القرآن ومحمد والصحابة ببساطة وصل لمغرب الشمس نأتي إلى شخصية أنا بعتبره متفردة وهو الشوكاني الشوكاني كان شجاعا بالرغم أنه في قرن 19 نعم يعني ده أول مبارح قرن 19 يقول حتى بلغ مغرب الشمس أي نهاية الأرض من جهة المغرب لأن ما وراء هذه النهاية البحر المحيط وهو لا يمكن المضي فيه الشوكاني له وضع خاص مميز فهو لم يترك ظاهر القرآن كما سنرى لاحقا وسيواجه القضية بكل شجاعة الآن خليني ألخص بسرعة للملاحظات السريعة اللي احنا خدناها قدامنا الجلالين ابن كسير الطبرسي 15 قرن 15 قرن 14 قرن 12 طيب الجلالان حتى بلغ مغرب الشمس أي موضع غروبها يعني فيه موضع للغروب برضو بس وما وصلوش ابن كسير وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعزر الطبرسي ولم يرد بذلك أنه بلغ إلى موضع الغروب لأنه لا يصل إليه أحد في حين أن الطبر أخذ من الأوائل قرن 19 قبل ما تصل العلوم ماذا قال يقول تعالى ذكره حتى بلغ حتى إذا بلغ ذو القرنين مغرب الشمس وجدها تغروب فيه عين حامية يبقى لم يناقش أي صحابي بلوغ ذو القرنين مغرب الشمس لأنها مسلمات ما تكلموا فيها أنا راجعت تفاسير كثيرة جدا عشان ألاقي الصحابة بيناقشوا فكرة وصل إلى مغرب الشمس ربما فيه ما رجعته ليس فيه حتى الطبر الذي يأتي بأقوال الصحابة وهو أقدمهم صحيح ولا صحابي واحد تكلم عن أنه وصل إلى مغرب الشمس ناقشه لا وصل إلى مغرب الشمس الكل الصحابة ذهبوا مباشرة لمعنى كلمة حميئة كل المفسرين اللي أنا شفتهم وقراءاتها المختلفة لكن هل هو وصل لمكان غروب الشمس لم يناقشوا هذه المسلمات هذا يؤكد أن الصحابة كانت لديهم مسألة وصول زل قرنين لمكان غروب الشمس مسألة عادية ومنتهية لقد وصلها فعلا أرجع إلى النص القرآني لأنتقل من حتى بلغ مغرب الشمس أذهب إلى وجدها تغرف في عين حميئة في البداية نأخذ الخلاف في معنى كلمة حميئة بس لن أتكلم هل هي تغرف في العين ولا لا دي مرحلة تالية الآن أتكلم فقط عن الخلاف في العين لأن دي فيها مصيبة سأطرحها دلوقتي وأسيب نصها بعدين نتكلم بعدين عن وجدها تغرف في العين ولا لا لكن دلوقتي تحت هذا العنوان اتفاق محمد والصحابة والتابعين وتابعيهم مع ظاهر القرآن عن طبيعة العين حميئة أو حميئة خلاف كان هل هي حميئة بمعنى زاتطين أسود ولا هي حميئة بمعنى حارة الطبري قرن تاسع عشر يقول فاختلف القراء في قراءة ذلك فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة كل قراء المدينة والبصرة في عين حميئة بمعنى عين ماء زات حمئة يعني ما كانوش بتوع البصرة والمدينة بينقشوا هل هي يعني غربت في البير ولا لا هم بينقشوا هل البير دي كانت حميئة ولا كانت بمعنى زاتطين ولا حارة قضية غربها مسلم بها نعم وقرأته جماعة من قراء المدينة وعامت قراء الكوفة في عين حامية في عين حامية نعم في لغة عربي يعني أنها تغرب في عين ماء حارة إذن الخلاف ببساطة أحباء المشاهدين نوعية البير مش هي دخلت في بير ولا لا هي يعني خلاص هي مسلم بين هي بتغرب في عين في عين بس العين دي ايه بالضبط كده مش وصل للشمس أم لا وبداية الخلاف على طبيعة العين حامية أم حامية الطبري ذكر ودي حتة مهمة جدا أنا عايزك كمشاهد تركز معي لو سمحت بص معايا كده الطبري حيذكر في البداية من الذي قال عين حامية بمعنى طينة سوداء طيب يورد الطبري اللي هو في القرن 19 الأسماء التالية اللي قالوا إيه اللي قالوا إنها هي عين حمئة طين طين أسود كويس يقدم لنا هذه الأسماء القاسم سعيد بن سلمة محمد بن عبد الأعلى محمد بن أبي عدي الحسين بن الجنيد يونس بن عبد الأعلى محمد بن المثنى محمد بن عمرو محمد بن سعيد أبو عاصم أبو داود أبو عبد الله ابن وهب مروان بن معاوية حجاج بن الأعور كل دول قدمهم إنهم قالوا عين حمية دول عاشوا إمتى دول مجموعة دول قبل اتضر مباشرة قرن تاسع يعني 800 وكسر كل المجموعة ما قبلهم من قبلهم قدم لنا هذه المجموعة إسماعيل بن عليا عثمان بن حاضر داود بن الحسين عيسى بن يونس يزيد رقاء نافع بن أبي نعين ابن جريج عمرو بن دينار ابن أبي نجيح عبد الرحمن الأعرج عطاء بن أبي رباح مجاهد قتاتا عكرم مولى ابن عباس سعيد بن جبير دول مين دول بتوع القرن التامن يبقى قرن تاسع بعد قبل الطبري وقرن تامن بيقوله عين حمئة نوصل إلى ابن عباس وأبي ذر ومحمد رسول الإسلام اللي هم في القرن السابع الميلادي يبقى قرن تاسع تامن سابع كله بيقول عين حمئة قال زات حمئة أيطينة سوداء خلاص طيب دول اللي بيقولوا عين حمئة أنا بس جاي بالخلاف طيب يعني اتفقوا دول على إنه الشمس بتغرب بس كانوا بيقولوا عين حمئة طينة سوداء طيب تعال نشوف اللي هم ذكروا من الطبري وبيقول عين حمئة يعني حارة مش زات طين أسود يورد الطبري واللي هو في القرن العاشر الأسماء التالية تغرب في عين حمئة عين حارة يروح يقدم لنا هذه الأسماء ممكن تجروها أشهرهم طبعا حمزة الكسائي أبو بكر عاصم ابن عباس أبي رجاء وابن عباس ثاني ابن عباس مرة ثاني فرافو عليك ورسول الإسلام مرة ثاني هو هو طيب قال الاتنين دول قرن سابع إلى قرن تاسع طيب ماذا قالوا قالوا عين حمئة يعني حارة خلاص يبقى الطبري لما جاي يتكلم بصل اللي قبله قرآن نا رسول صحابة تابعين لقى الكل بيتفق أنه بتغروا في عين حمئة الخلاف هل هي حمئة زات طين أسود نا ولا الخلاف هي حارة ثم بعد كل هذا يعطي الطبري رأيه فماذا قال الطبري في القرن العاشر عن هذه المسألة طيب يقول والصواب أنا دائما حاطط القرن هنا والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال أنهما قراءتان مستفيدتان في قراءة الأمصار البلدان يعني ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه كلهم صح وذلك أنه جائز أن تكون وهنا الجواز مش أنها غربت في البيرو ولا لا الجائز عنده يدمج الاثنين مع بعض عين حارة زات حمئة وطين يعني هي حارة وزات طين أسود فيدمج القراءتين مع بعض فيقول جائز تكون ديودي العين الشمس بتغرب في عين زات طين أسود وكمان حارة في عين حامية وهي الحرارة في عين حمئة زات طين حمئة وطين إحنا لسه بنوصف العين بس وليس أين تغرب فالطبري جمع الوصفين مع بعض سأترك الآن كلاما الذين اختلفوا زي ما أنا قلت حسيبه بعدين لأنه ده نص فيه ضربة قاسمة للظهر ليه اللي جاء بعد كده رأيي الذين وصلتهم العلوم الطبيعية طيب لأن فيها ورطة كبيرة الآن أذهب لاتفاق القرآن ومحمد والصحابة والتابعين في الآتي خدنا وصف العين طيب اتفقوا على إيه تاني اتفاق محمد طبعا من قبل القرآن والصحابة والتابعين وتابعيهم مع ظاهر القرآن يعني الواضح من القرآن في مكان غروب الشمس تغرب في عين حمئة أو حامية إذن أين تغرب الشمس نرجع للطبري يقول أول حاجة ذات عليخي أنا يأتي بصريح قراءات القراء ومعناها عند محمد والصحابة والتابعين وتابعيهم فيقول فقرأ هنا ده كلام الطبري من هنا فقرأ بعد قراء المدينة والبصرة في عين حمئة بمعنى أنها تغرب في عين ماء ذات حمئة وقرأته جماعة من قراء المدينة وعامة قراء الكوفة في عين حامية يعني أنها أنها الشمس نعم تغرب في عين ماء حار بكل بساطة يقدم الطبري صريح القرآن المتفق عليه من ناس اللي قبله التابعين واللي قبلهم الصحابة واللي قبلهم مين محمد وقرآنه واللي دعم محمد بحديث مع أبي زر اللي احنا أرأناه منذ قليل وكلام ابن عباس بعد هذه المقدم العامة يقدم الطبري الأسماء التي تقول بيظاهر القرآن وواضح القرآن أين تغرب الآن نتكلم عن مكان خلاص عرفنا طبيعة العين طيب نأتي الآن إلى ذكر من قال أن الشمس تغرب في عين حميئة يعني فطينا سودا الطبري في القرن التاسع والعاشر قدم الأسماء التالية ومش حكررها بتوع القرن التاسع بتوع القرن التامن حتى وصل ابن عباس وأبي ذر ومحمد رسول الإسلام الشمس تغرب في عين حميئة تمام يبقى إذن هو بيتكلم عنه الناس اللي قبله كل الأحاديث جاب أوردها بأسماء الناس نعم طيب يأتي الآن ليقول لنا في مجموعة بتقول لا هي بتغرب في عين حارة لكن بتغرب في عين حارة بس في عين لك حارة مش حميئة ذكر من قال أن الشمس تغرب في عين حميئة عين حارة يورد الطبري في القرن العاشر الأسماء التالية اللي احنا جبناها من شوية قرن سابع وتاسع إلى أن يصل إلى الشمس تغرب في عين حميئة يصل إلى ابن عباس أبي ذر طبعا ابن عباس محمد القرآن إذن الاختلاف بينهم لم يكن موجود هل الشمس غربت في عين حميئة ولا لا الاختلاف والخلاف كان على تعريف هذه العين هل هي عين طين أسود ولا عين حارة نا الطبري قال للخلاف راح جمع الاثنين ممكن تكون حميئة وأيضا حارة نا خلينا نسمع رأي الطبري بعد ما جاء كل ده هو دايما بحب يدي رأيه من إيه رأي الطبري؟ قرآن رسول نا صحابة تابعين نا عربي واضح جدا يقول والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال أنهما قراءتان مستفيدتان في قراءة الأمصار ولكل واحدة منها وجه صحيح ومعنى مفهوم وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحب وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب فيه في عين حارة وكمان ذات حمأة وطين فيكون القارئ في عين حامية بصفتها التي هي لها وهي الحرارة نا ويكون القارئ في عين حمية وصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين وقد روي بكلا صيغتيها التي إنهما من صفتيها أخبار يعني إذن كل قبل الطبري لم يكن هناك أي معاناة وفهم الصحابة من محمد صريح القرآن الواضح أنها تغرب في عين حمية هذا ظاهر القرآن والطبري قدم رأيه الآن نفاجأ أن المفسرين الذين وصلت لهم بعض المعلومات عن الطبيعة في عصرهم نعم يرفضون صريح القرآن يرفضون كلام محمد يرفضون كلام الصحابة يرفضون كلام التابعين يرفضون ما قدمه الطبري رفض كل السابق طيب عشان يقدموا إيه؟ عشان يقدموا إيه؟ بس ذي كارثة إنك أنت مفسر لقرآن لا تريد أن تقول قال محمد قال الله قال الرسول قال الصحابين الفلاني هتفاجئه إذن آراء رافضي ظاهر وصريح القرآن وكلام محمد والصحابة والتابعين فيه وجدها تغرب في عين حمية هذه النص اللي قدامنا واضح حتى بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوم وجد نبدأ بالطبرصي قرن 12 ماذا قال وجدها تغرب معناه وجدها كأنها فاضطروا لإضافة كلمات لا موجودة لا في القرآن ولا في كلام محمد ولا في كلام الصحابة اضطروا وضع إيه؟ كأنها في عين حمية وإن كانت تغرب في ورائها مش فيها طب جبت من ورائها فين؟ تأويل ما عندوش لا عنده حديث ولا عنده قرآن نعم ثم يقول لما بلغ ذو القرنين ذلك الموضع تراء له كأن الشمس تغرب في عين وهو بس ذو القرنين اللي مفروض يتراء له ما كل البشرية بتشوفك وأنها تغرب وراء الموضع ما في دليل أتقدم قليلا في القرن الثلاثر مع الرازي الرازي بصراحة مسحة يعني القرآن والرسول والصحابة الرازي عمل عملية صعبة جدا ماذا قال؟ قال قرن الثلاثر وصلته معلومات أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة يا سلام الأرض كرة ثبت بالدليل وصلته معلومات لا يمكن أن يقبل القرآن من يتعلم واحد من الاثنين إما أن يسكت ولا يتكلم ويكبر دماغه زي ما بيقوله أحباءنا المصريين أو يواجه نفسه يقول في خطأ هنا في أمور كثيرة في القرآن ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بها ولا شك أن الشمس في الفلك عرفتها إزاي وأيضا الشمس أكبر من الأرض دي معلومات جديدة بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض قل لقرآنك إلهك قل للرسول أنت جاء تكلمنا إحنا كيف يعقل يعني يكمل الرازي ولكن أنا حطت له عنوان كارسي بصراحة فماذا أكمل الرازي اسمع معي قرن 13 يرفض الرازي ويستهزئ صراحة بظاهر القرآن زي ما قال لنا من شوية مش ممكن في عين ويتجاهل حديث محمد الصحيح ويضرب عرض الحائد بكل كلام الصحابة أو التابعين وتابعيهم ويتريق عليهم ماذا قال قرن 13 قال أهل الأخبار اللي قبله مين أهل الأخبار ده بينهم الرسول المصيبة إنه جاي بكلام الرسول إنها تغرف في عين حمية تخيلي طيب جاي بكلام الرسول الرازي طيب يتحرب منه كيف يعني لا أعرف لا أعرف وده حديث صحيح اسمعي ماذا يقول قال أهل الأخبار إن الشمس تغيف في عين كثيرة الماء والحمأة وهذا في غاية البعد أنا هنا بصراحة عندي وكفة يبقى إذن الرازي فيهم كلام الجماعة ذو الصح فيهم كلام محمد نعم والصحابة والتابعين صح نعم إنه وصلتنا إنه الناس دول بيقولوا الشمس بتغيب في عين فيها ماء وحمأة نعم وده كلام غاية في البعد مع أنه جاب كلام رسول الإسلام أتى بهذا الحديث ومحمد يؤكد لأبي ذر تغرف في عين حمية يكمل الرازي الرازي يقول وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار إحنا قرينا إحنا تعلمنا إحنا عرفنا وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في هذه الأوقات كان الذي يقال إنها تغيب في الطين والحمأة كلاما على خلاف اليقين هذا كلام محمد اللي هو جايبه وكلام القرآن دا يعملوله الرازي دا قرن 13 دا ما عندوش ما عندوش عزر بعدين يقف قدام الله صحيح عندك صريح قرآن صحيح وعندك صحيح حديث وعندك صحابة وتابعين كيف تجرأت أن تقول هذا الكلام وده إمام كبير الرازي دا طيب نكمل مع الرازي يقول وكلام الله تعالى مبرأ من هذه التهمة التهمة اللي اتهامى محمد يعني للقرآن والمفسرين والصحابة دا كلام خطير التهمة دي مين قالا فلم يبق إلا أن يصار إلى ما عندناش تعمل إيه يا رازي التأويل الذي ذكرناه ما عندناش إلا إحنا نأول قرآن لهذا التأويل يعني هو يعرف أنه يخالف صريح القرآن هذا التأويل ولكن الراجل دا ما عندهوش دليل عنده تأويل بعد كل اللي هو عمله لا عنده نص ولا عنده نص قرآني ولا حديث من الرسول ولا من صحابة على الإطلاق ولو عنده ما كان قالي الكلام دا وهذا يعني أنه فهم كلام الرسول والصحابة فهموا صحيح أن الشمس عندهم فهموها من قرآنهم أنها تغرف في طين أسود يعني لم يقل مثلاً لا لا إنهم ما يقصدوا كانوا وراء المحيط لا فيهمهم صح لم يفهمهم خطأ على الإطلاق طيب هي المشكلة أنه المتكلم في الآية القرآنية هو الله صح وجدها مين اللي بيحكي الحكاية أيها برافو عليك دي حتة نهجية في الآخر بقى طيب اللي هو ظاهر القرآن طيب طيب بس أنت كويس أنك معايا برضو كالعادة يعني إذن معنى الكلام في العربية في اللسان العربي أن القرآن صريح أنها تغرب في عين حميئة ولكن لابد من تأويل القرآن نؤول القرآن نعم لأنه لو سابوا كده حيكون في مشكلة زي اللي طلب احنا كنا لسه من كم حلقة فاتت بنتكلم عنه هاتولنا دليل واحد دليل دايبنا القيم فمضطرين إن إحنا نأول مضطرين إن أول يعني الناس اللي عايزة تهرب من الحكة نوع بيقال الكلام ده أنا مضطر أول نعم ما عندي دليل نعم مضطر أول فالرازي كده نفسه بس الرازي أنت عندك دليل يعني النووي ما عنده دليل نعم أنت يا رازي عندك قرآن نعم وعندك حديث صحيح وعندك حديث لرسول الإسلام صحيح ترفض الحديث لو راح لتأويل بترفض الدليل ومع النص لا تأويل نعم نعم هو ضرب كل شيء نعم هذا الإمام اللي لم يكن أمين مع نفسه ولا مع ضميره ولم يكن أمين مع المسلمين اللي يقدم لهم الحقيقة المرة أن النص القرآني ضد الحقيقة صحيح 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 نتقدم لإبن كسير قرن 14 نذهب لإبن كسير وقوله وجدها تغرب في عين حميئة أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط جاب هو البحر المحيط من عنده يعني القرآن بيقول عين حميئة نعم ساب العين وراح لي البحر المحيط هذا هو الكذب من الطراز الأول ما عنده ما عنده إلا أنه يعمل كده هيجيب حديث محمد وحيقول لك ماشي وعين حميئة ودل وقعوا فيه بعدين وحيقول لك ليه وقعوا فيه وعيس وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهنا عندي سؤال إذا كان ده شأن كل من يصل إلى المحيط بكلامه فيشوف كأنها تغرب فيما وراؤه نعم لماذا يتكلم هذا الإله في قرآنك ويقول حتى بلغ مغرب الشمس نعم وهو أمر طبيعي عند كل الناس صحيح إن لم يكن يقصد مغرب الشمس مكان غربها خلي عنديكم شجاعة وواجه نفسكم أن هذا الإله جاهل لا يعرف آلف باء في هذه العلوم الطبيعية ما يعرفش وهي لا تفارق الفلك الرابع بيتكلم عن الفلك الرابع ابن كسير حسب المعلومات التي وصلت له في ذلك الوقت نعم الذي هي مسبتة فيه لا تفارقه حسب ما فهم وعرف ومع ذلك هي تأرجح ابن كسير بين ظاهر القرآن والعلوم الجديدة حصل إيه بقى تحت هذا العنوان تأرجح ابن كسير بين ظاهر القرآن اللي هو شايفه وعارفه وبين العلوم الجديدة اللي وصلته آذي ابن كسير قرن 14 قلته ده ابن كسير ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة في ماء وطين أسود يعني رغم اللي قاله إلا أنه في النهاية شايف القرآن بيقول العين دي حمئة حارة طب حارة ليه نعم أكيد هي قريبة من الشمس شفت الموضوع ماشي إزاي نعم فحاولي حط القرآن مع العلوم الحديثة ضرب الموضوع معه انتبهوا أحبائي المسلمين لا يوجد قبل القرن التاسع أي شخص تكلم واعترض على أن الشمس لا تغرب في عين حمية نذهب للبيضاوي البيضاوي أيضا تأرجح في هذه المسألة قرن 13 رغم ما العلوم اللي وصلته يعني بين القديم والجديد ويقول ولعله يعني هو مش متأكد لعله بلغ ساحل المحيط فرأها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء لعل يعني أنت مش متأكد يعني لو كان متأكد لكان قالها صراحة الآن إحنا قدامنا بعض المفسرين جابوا معلومات خلينا نسأل سؤال مهم من أين أتى هؤلاء المفسرون بفكرة رفضهم لظاهر القرآن رفضهم لحديث محمد الصحيح رفضهم لأحديث الصحابة إحنا متكلم عن علمائكم أحباء المسلمين نعم رفضهم للأحديث في الصحيح وظاهر القرآن في كارثة غروب الشمس آتي إلى هذا العنوان أول من رفض ظاهر القرآن وصحيح أحاديث محمد وصحيح أحاديث الصحابة فتبعه السنة والشيعة أخذوا منه وابتدوا يضيفوا الكلمات كأنه رأاها من الشخصية دي؟ إنه ده كلامي أنا عالم كبير من أئمة المعتزلة هذا الشخص طيب ومصنف إنه صاحب الكلام في عصره يعني هو أستاذ الكلام مش أي شخص طيب واسمه الجبائي أبو علي أو أبو علي الجبائي الاتنين ممكن ينطقوا الجبائي أبو علي هو الأساس هو البداية هو اللي بدأ هذا الكلام طيب نتعرف عليه مين هو أذهب إلى كتاب أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية هذا الكتاب للدكتور محمد سليمان الأشقر نذهب إلى الجزء الثاني تحت فيهرس الأعلام صفحة 277 نجد التالي الجبائي أبو علي عاش في فترة 235 إلى 303 ونشوفه بالميلادي كام هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره تنسب إليه طائفة الجبائية إلى آخره وهنا لما بيدينا رقم أربع فوق بنمشي الحاشية بيقول لك الكلام ده موجود في وفيات الأعيان والبداية والنهاية والأعلام التاريخ ده يتناسب أو موازلي نهاية قرن 9 بداية قرن 10 لكنه كان إنسان مطلع واستفادوا من الترجمات اللي حصلت لأن العرب حصلت لهم ترجمات يونانية وغيره فابتدوا يقرؤوا ابتدوا يتعلموا هو أول من كسر ظاهر القرآن ونادى بخلافه بخلاف ما قاله القرآن بخلاف ما قاله محمد بخلاف ما قاله الصحابة كسر صحيح الحديث وأخذوا منه تابعوا في كلامه سابوا القرآن سابوا محمد والصحاب والتابعين وذهبوا وراء الجبائي سنة وشيعة الاثنين إلا ما نذر وسأقدم من تمسك بظاهر القرآن وكان شجاعا رغم أنه المتأخر عنهم جميعا خلينا أبدأ بالطوسي شيعة طوسي قرن 11 يعني قبل هذا عفوا بعد هذا ماذا قال الطوسي أبو علي الجبائي أنا حطي التسعمية وعشرة والبلخي تسعمية وثلاثين قال يعني أخذ منهم ما أخذ من الرسول ما أخذ من علي بن أبي طالب رح يأخذ من مين يأخذ من أبو علي الجبائي والبلخي وقال المعنى وجدها كأنها تغرب في عين حميئة وإن كانت تغيب وراءها قال البلخي مش قال محمد لأن الشمس أكبر من الأرض بكثير شفتي إزاي يعني الناس دول ما بيخجلوا ما رجعوا للرسول أنت بتفسر القرآن قال الله وقال الرسول وعندك كلام للرسول لا يعني غبار عليه في صحته وعندك صريح القرآن الواضح ليه ما بتأخذ منه أروح لواحد بعده بقرن اللي هو شيعي وهو التبرصي على الفور يقول عن الجبائي عن الجبائي وأبي مسلم والبلخي لأن الشمس لا تزايل الفلك ولا تدخل عين الماء لما بلغ ذو القرنين ذلك الموضع تراء له لا قالها قرآن ولا قالها محمد ولا صحابة ولا تابعين قالها الجبائي تراء له كأن الشمس تغرب في عين طيب ما عليش خليني في الحتة دي يعني النهاردة أنا لما أقف قصاد المحيط أو البحر وأشوف الشمس تغرب ما وراء المحيط كيف أنا المحيط الواسع ده كله بشوف الشمس من هناك وبيتراء لي أنه هي في عين صح كلامك منطقي ولذلك بعض المفسرين تأرجحوا في قضية العين برضو يعني كلامك مزبوط أنت شايف ما وراء المحيط يعني هو القرآن ما قادر يقول ما وراء البحر نعم صحيح وهو البحر هو محيط هو عين صحيح وهل البحر عين حمية دي الضربة القاسمة اللي جاية لهؤلاء طيب اللي حاولوا يفبركوا كلام القرآن بل زي ما انت شايف عزيزي المشاهد قرآنك حباء المسلمين قرآنك وحديث رسولك الصحيح بمراجعه وكلام الصحابة وكلام التابعين كله ترمى والمفسرين لأنهم وصلتهم علوم جديدة مش عارفين يواجهوا القرآن غير الطبري لأنه قديم ما كانش لسه وصلته المعلومات دي قالها بصريحة العبارة أذهب إلى القرطبي بعدهم بقرن طيب قرطبي برضو غريب جدا سنة خلاص شفنا الشيعة هو طيب نروح لأهل السنة والقرطبي عالم كبير أول ما يبدأ القرطبي في الجزئية دي قرن الثلاثتاشر يقول وقال القفال القفال دي تسعمية خمسة وسبعين قال بعض العلماء يعني القفال ما أخذ عن الجباء وغيره الطبيعي يا قرطبي تقول قال رسوله نعم نعم شيء غريب جدا يعني قال الله قال رسوله هو يترك هؤلاء نعم ويقول قال بعض العلماء شفت إزاي بقى المفسرين بيلعبوا بكم الناس اللي مسكوا القرآن عشان يفسروا هم عرفوا الحقيقة شافوها بالزبط خبوها بالزبط لم يستطيعوا أن يقولوا الحقيقة وقدموا لك أفكارهم الخاصة وسبوا صريح القرآن ظاهر القرآن صريح ظاهر كلام محمد صحيح ظاهر كلام الصحابة التابعين وراحوا يقدموا العلوم الحديثة الأمر واضح مش محتاج إلى غلبة كثيرة يعني أكمل مع القرطبي فضل ماذا قال القرطبي قال وقال القفال قال بعض العلماء ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء معلومات جديدة نعم حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض معلومات جديدة بالرغم أنها ليس دقيقة حسب ما وصلوا في عصره نعم ثم يكمل وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض صريح ضد قرآنه نعم وكلام محمد هي أكبر بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة شفت الكلام بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق فوجدها في رأي العين تغرب في عين حميق طيب هي المحيط عين حميق يعني نعم أين حديث محمد أين استشهادك بكلام الصحابة لأن القضية بعيدة عن فقه الجماع وفقه الطهارة وفقه النجاسة وفقه كل الله ما حيروح لا محمد ولا للسال الموضوع فيه علم نعم والعلم فيه خطأ قرآني وأحاديث محمد لذلك عندما ترى زغلول النجار هو يتكلم بما وصل من عصره ليس النص القرآني الذي يلوي فيه على قدر ما يستطيع أعتقد الحل قضية تساعدك عزيز المسلم الباحث أنا لا أتكلم عن مسلم المغيب المسلم الذي يسمعه كأنه لا يسمع أو يدوس على ضميره أو مش قادر يواجه نفسه عندك فرصة قدامك حقيقة ناصعة الآن وستتضح أكثر فأكثر فلا تجامل نفسك أين حديث محمد في هذا الكلام لماذا لم يستشهد به لماذا لم يتجرأ شخصه ويقول لنا ولكن هذا الكلام غير صحيح في شجعان عملوا كذا حدهم لك بعد شوية بس للأسف هم الأقل ما قاله محمد قال ولا أي صحابي بل نسمع مين اللي قال واجه الكلام ده بشجاعة حتى الشيعة زي ما شايفان تبعوه يعني بس خلينا أكمل جزئية مع الرازي الرازي يكمل ويقول أن ذا القرنين جبت الكلام ده من فين يا رازي لما بلغ موضعها في المغرب ولم يبقى بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها وحط كلمة كأنها تغرب في عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذ لم يرى الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر هذا هو التأويل الذي ذكره أبو علي الجبائي في تفسيره هذا هو التأويل وليس الدليل تركت دليل القرآن تركت دليل محمد تركت دليل الصحابة تركت دليل التابعين خمسة أدلة قرآن محمد صحابة تابعين تابعي التابعين فين؟ ده تفسير ولد تأويل على مزاجكم عشان تخبوا الحقيقة المرة الموجودة في القرآن بعد أن ضرب الرازي ضربته وهي ضربة متينة بصراحة حاول أمرا ما حطت له أنا عنوان حاول إيه بقى الرازي قرن 13 محاولات الرازي الفاشلة للربط بين ظاهر القرآن وكلام الجبائي والبلاخي زي ما احنا شفنا من شوية ابن كسير بعد ما رفض قال بس يمكن العين قريبة من الشمس يعني ما برضو مع أنه لعين في الفلك الرابع لكن لسه عنده مشكلة وظاهر القرآن حيهرب منه فين الرازي بقى حب يجمع الاثنين مع بعض بس أظهر وكشف أنه هو شخص كذب أكد أنه هو بيلصم وبيخدع المسلمين إزاي؟ شوفي معايا بقى آذر رازي بيقول أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بها فالناظر إلى الشمس يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار إلى هنا ده كلام الجبائي حب بقى هو إلى الصن فقال إيه؟ ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة ما هو عايز يجي بعين حمئة فهي حامية وهي أيضا حمئة يعني شوفي البحار المفروض المحيط في الحالة دي نعم نعم حمئة يعني زلطين أسود وحمئة يعني حار حمئة ليه؟ لكثرة ما فيها من الحمئة السوداء يعني بيعترف نعم والماء فقول تغرب في عين حمئة إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة يعني شوفي درجة الكذب بلا خجل نعم لأنه قدامه صريح القرآن بيقول تغرب في عين نعم رقم واحد شاله كلمة في نعم وخلاها وراء نعم وشال كلمة وجدها حط بدالك كأنه مراها نعم نعم وبعد كده رح دلوقتي عشان يقول لنا طب إيه معنى عين حمئة؟ أقول لك ما البحار اللي هناك؟ أتحم حمئة زلطين أسود وكمان حارة نعم نعم لأنك إنت اعترفت أنها عين حمئة نعم وجايت تركب تركيبة العين الحمئة دي على المحيط نعم فحطيت العنوان التالي وأنا آسف ظلمتك النهاردة وارطت اتفاق رافضي صريح القرآن اتفقوا على إيه؟ على طبيعة العين بين حمئة وحامية يعني هم اتفقوا أنه الشمس غربت ما وراء هذه الحامية لكن مش فيها لكن وراءها خلاص؟ مه فهنا كلهم مشوا لفين؟ أنه هذه هي البحار والمحيطات نعم يأما بحار يأما محيط طيب خلينا الورطة بتاعتهم الكبيرة وصلتهم لإيه؟ هل العنوان واضح؟ نعم الناس اللي قالوا من العلماء اللي وصلتهم العلوم نعم اتفقوا على أنه العين دي حارة نعم أو زات الطين أسود نعم طيب اللي هم البحار أو المحيطات تمام الجناب الزي قرن عشرين شيع نعم وقول في عين حمئة الطين الأسود الحامية إما بمعنى الحمئة أو بمعنى الحارة خلاص؟ طيب الشوكاني قرن ساعتاشر يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة وذات حمئة الطين السوداء ده كلام نعم بيعترفوا كلهم الجلالين قرن خمستاشر عين حمئة حمئة الطين الأسود طيب ابن كثير قرن أربعة عشر إحنا مشين من فوق نازلين لتحت الحمئة وهو الطين كما قال تعالى إني وبيدي قرينة قرآنية نعم خالق بشرا من سلصال من حمئة مسنون يبقى هنا ابن كثير ورط نفسه أكتر أنت مش عارف تطلع أنت راح تجيبتلك كمان قرينة قرآنية أنه الحمئة هي الطين نعم ويكمل طينة فيقول الحجر أي طين أملس في عين حمئة طينة سوداء عين حمئة يعني حرة بالرغم من أنهم رفضوا نعم ظاهر القرآن فإنها بتغرف في هذه العين لكنهم اعترفوا أنه العين دي حرة أو حمئة نعم طيب خلينا أكمل الورطة مع البقية الرازي قرن 13 لا تنافي بين الحمئة والحامية كله بيجمع نعم فجائز أن تكون العين جامعة للوصفين جميعا قرطبي قرن 13 يجمع بين القراءتين فيقال كانت حرة وذات حمئة البيضاوي حامية وحمئة تغرب قال في ماء وطين زمخشري حمئة من حمئة البئر إذ صار فيها الحمئة وحامية بمعنى حر الطبرسي قرن 12 العين الحمئة الطين الأسود المنتن والحامية الحر الطوصي قرن 11 فعين ماء ذات حمئة وبعدين بيقول برضو حامية أراد حر من هنا دول نستخلص ايه؟ خلي بالك معايا يبقى كل المفسرين دول من القرن العشرين لحد قرن 11 اتفقوا على إيه؟ كل دول جنابزي شوكاني جلاليني بنكسير رازي قرطو ببيضاوي زمخشري طبرسي توصي اتفقوا على الآتي كل هؤلاء من قرن 20 إلى قرن 11 اتفقوا على طبيعة العين إما حامية أو طين أسود أو الاسنين معا خلاص وبينما هم يحاولون الخروج من مأزق غروب الشمس في هذه العين الحارة أو زات طين أسود وقعوا في مصيبة أكبر فالمكان الذي يهربون إليه لم يعود المحيط نعم الذي يقولون أنه رآها كأنها تغرب فيه نعم لأنهم جميعا يعترفوا أنها عين حار أو طين أسود زات طين أسود الذي تغرب وراءه الشمس وهذا ليس المحيط نعم ولذلك نرى تقلب وجه البعض نعم عند العين دي الورطة هنا أنت لأنك كذاب فبركت حتة لكن احتفظت بالتانية نعم ما ينفعش لأن الاثنين منسجمين مع بعض نعم الأصل بتاحهم منسجم واحد هتيجي تغير في حتة حيبقوا فيه تنافر برزب نعم أنت لو عايز تغير تغير الاثنين أنت تشيل كلمة حامي أو حامي يدي خالص نعم لأنه لا المحيط حامي ولا زاته طين صحيح أبيض حلو مأصافي بيصوروا بيدون التصوير مش زات طين أسود فلو كان زات طين أسود ما كنا شفنا لا أفلام ولا صور من قاع المحيطات والبحار الورطة كبيرة جدا علمائكم بيخدعوكم بيكذبوا عليكم لكن فيهم المتأرجح وفيهم الشجاع سأقدم لكم من هم تاريخ تأرجح الطبري عفوا أنا قلت الطبري القرطبي وده ليه تاريخ يعني القرطبي مش شخص ساهل نعم عند العين فعند العين بتأرجح القرطبي في حتة أنت ذكرتها من شوية ماذا قال ووجد عندها قوما أي عند العين أو عند نهاية العين هي العين فيها نهاية وبدأها ما هدي كارسين يبقى مش محيط يعني إن عند نهايتها على سنة النهاية هتشوف القوم إزاي واضح إنه العين ما هيش محيط ما يقدرش يعديه يا إما عندها يا إما عند نهايتها ما هو لو عند نهايتها معناها لازم راح ولا شافهم إزاي وإلهه بيقول له عذبهم أو ترحمهم يبقى هو وصل للقوم لازم القوم دول يكونوا عند المحيط مش ممكن يكون وراءه لأنه لو وراءه معناه هو كمان عد المحيط فأصبحت فكرة إنه رآها كأنها تغرب في عين حامية ما عندهاش قيمة إذن هؤلاء المفسرون يلعبون بعقول المسلمين صحيح زي ما هم عايزين صحيح ذا بالنسبة لتأرجح القرطبي خليني أذهب إلى جزئية هامة جدا ورطة ظاهر وصريح النص اللي أنت ذكرتيه من شوية طيب إيه صريح النص إيه الورطة اللي فيه تعالوا نجرى النص القرآني ويسألونك عن زي القرنين قل مين اللي بيقول قل الله المفروض كاتب القرآن نعم كاتب القرآن بيقول لمحمد قول نعم يبقى اللي حيسرد القصة مش من وجهة نظر زي القرنين نعم اللي حيسرد القصة والمتكلم فيها هو إله محمد نعم فهم حبوا يقولوا إيه الزي القرنين لما وصل كأنه رأاها نعم مش متكلم هنا مش راح زي القرنين يتكلم مع محمد نعم اللي يتكلم مع محمد إله محمد نعم صحيح قل يبقى هنا كل الكلام طالع من إله محمد نعم سأتلو عليكم منه ذكرى إن وده هو إله محمد مكنا لزي القرنين له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا قل لهم يا محمد حتى بلغ مغرب الشمس قل لهم وجدها تغرب في عين حمئة قل لهم وجد عندها قوما وأنا بقول لزي القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبوا إما أن تتخذ فيهم حسنة ده ظاهر القرآن واضح نعم المتكلم في النص ليس ليس الإسكندر نعم أو زي القرنين نعم كل الهاربون ركزوا في هروبهم على إين على أن يقولوا رؤية العين لزي القرنين نعم هو شاف كأنها وكأنها مش موجودة لا في نص قرآني نعم ولا في حديث لمحمد صحيح صحيح رؤية العين للإسكندر مع أنهم يعرفون جيدا أن المتكلم لم يكن زي القرنين المتكلم هو إله محمد هل محمد سمع من زي القرنين زي القرنين حكاله ما حكالوش إلا يتكلم إله محمد يقول له قل يا محمد يبقى هو سمع من إلهه من الذي قال له قل يا محمد هو إلهه إذن المتكلم الذي يحكي هو إلهكم وليس ذو القرنين وهو لا يحكي محمد على لسان ذو القرنين وإنما يحكي ما سمعه من إلهه يقول له قل يا محمد نعم ما سأقوله لك وهذا ما يوضحه الشوكاني والشوكاني عنده كذا موقف في منتهى الشجاعة يوضح الشوكاني بكل وضوح ده النص القرآني قدامكم نذهب للشوكاني يقول قوله قل سأتلو عليكم منه ذكرى قل يا محمد سأتلو عليكم أيها السائلون منذ القرنين خبرا وذلك بطريق الوحي المتلو ثم شرع سبحانه في بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لهم من أنه سيتلو عليهم منه ذكرى إلى آخره التوصي وهو الشيعي أيضا وضح ذات الفكرة فقال يقول الله تعالى لنبيه محمد يسألونك يا محمد عن ذي القرنين وأخبار وسيرة فقل لهم يا محمد سأتلو عليكم يعني سأقرأ عليكم من خبره ذكرى يبقى واضح جدا عندنا أنه المتكلم هو إله محمد لمحمد فبالتالي كل ما سيقال مسؤول عنه هذا الإله لأنه لم تكن حكاية من الزلقرنين الذي يحكي هو إله محمد هنا أأتي لشجاعة الشوكاني الشوكاني ضرب كل المفسرين رماهم ورى ظهرهم أنهي نوع من المفسرين احنا عندنا اتنين الناس القابلين بالكلام ظهر القرآن وحديث محمد وفيه اللي رفضين اللي بيحاولوا شكرا للسؤال لأنه هيوضح لهو ضرب الجبناء ضرب الكذابين ضرب ابن كسير والزمخشري والرازي والبيضاوي اللي اتبعوا العلم الحديث اللي في وقتهم فماذا قال الشوكاني لا تتفاجأ من أمرين الأمر الأول أن الشوكاني ابن عصرنا قرن 19 ورغم ذلك قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظره ذا الكلام اللي قالوا ولا يبعدوا أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر المحيط حتى يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس ومكن له في الأرض والبحر من جملتها من جمل الأرض نعم ومجرد الاستبعاد لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره شفت يا مسلمين دا الشوكاني رجل تع لغة عربية شاطر جدا اقرأوا تفاسيره الآن الشوكاني يلتفت إلى هؤلاء الكذبة ويقول لهم ما المانع أيها الكذابون إذا كان قرآن بيقول مكننا له في الأرض والبحر ضمن الأرض ما المانع يكون عبر فوصل إلى العين أي عين بص معايا كذا لما عبر وصل فين وصل يصل إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمس وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس ومكن له في الأرض والبحر من جملتها طيب إيه ظاهر القرآن يقول كده ومجرد الاستبعاد يعني تستبعد الفكرة لا يوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره يبقى لازم نلتزم بظاهر القرآن ظاهر القرآن عندك نص وعندك حديث صحيح وعندك صحابة عمالة كرروا في الكلام وعندك تابعين جوكرروا نفس الكلام سيب الأدلة وتقول أنا ما عندي طريقة إلا أنا أقوم أقوم نعم في واحد ثاني شجاع برضو زي الشكاني قدمه لنا التوصي في قرن حداشر معناه هو قبل قرن حداشر ابن الأخشاد ابن الأخشاد عفوا ماذا قال ابن الأخشاد وقال بل هي في الحقيقة تغيب في عين حمئة على ظاهر القرآن ظاهر القرآن يعني يعني واضح القرآن نعم جلي وواضح أمامنا مش حيختلف فيه اتنين ده كلامهم نعم بيقول كده ده الظاهر أنتوا ليه بتخبوا يبقى إذا لو رحنا للقرآن ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنما كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرف في عين حمئة هي فيه أصبحت وراء دي اللغة العربية اللي أنتوا بتتشدقوا بيها بتقولوا أنتوا ما تعرفوش عربي طيب والشوكاني ما بيعرفش عربي ابن الأخشاد ما يعرفش عربي كل دول حتى اللي قالوا ما عندناش إلا نأول القرآن ونفسره غلط عرفه العربي الرازي ما هو قال إحنا ما عندنا طريقة إلا نأول القرآن هذا التأويل الآن أأتي إلى جزئية الحديث أبو الزر الغفاري عن أبي زر قال كنت رديف رسول الله وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية الحديث عنده بقية حتوقف هنا دلوقتي مؤقتا وعيس لم يكن ما قرأناه سابقا هو مجرد مجرد جهل للقرآن لا هو فبركة هو كذب مقصود أنهم يطلعوا من العلماء من العلماء نعم من ظاهر القرآن خليني أخذ حتة مع ابني كسير هنا في الجزئية دي طيب بعدما وصلنا كلام رسوله الصحيح أنه وصل أنه تغرب فين في عين حامية عايز أروح لابني كسير يقول وقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض تابع معايا ابني كسير يكمل وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر وما يذكره اسمع الكلام بتاعي ابني كسير أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم أهل الكتاب إحنا ما عندناش في كتابنا الشمس بتغرب في عين حامية ما فيش في قرآنك إحنا كتبنا قرآنك يبقى إحنا أقوياء بصراحة وإحنا اللي كتبنا فعلا يعني أهل الكتاب اللي طلعوا من صحيح العقيدة هم اللي ألفوا الإسلام فالإسلام أصلا بضعة مسيحية بيهودية مختلطة كده الشيعة اللي اسمهم اللي رفضوا المسيح كإله وأنه نبي عظيم هم دول اللي استمروا من اليهود وتبنى الإسلام فكرهم كويس فإحنا لو إحنا ألفنا قرآنك قل لنا يا ابني كسير إحنا ما قلناش الشمس تغرب في عين حمية ده القرآن ده الرسول ده الصحابة أصبح دول هم اللي زنادق وإلى آخره خليني أكمل معه يكمل وقوله وجدها تغرب في عين حمية أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط خلاص طيب أنا بقى عايز أقول عشان تعرفوا ابني كسير كذاب أولا كم مليار من البشر عبر التاريخ شافوا الشمس تغرب وراء المحيط ما الغريب الذي يتكلم عنه القرآن إذا كان ده منظر طبيعي ليه بيذكروا القرآن كأنه وصل إلى مكان غروبها لا بعدين القرآن يقول عندها قوم وليس عنده يعني مش عند المغرب عند المكان ده وجد قوم فهنا ابني كسير بيقول إيه وصل للبحر طيب خليني أقول لكم ابني كسير خد من فين الكلام ده اللي بيتهم أهل الكتاب بأنهم ناس زنادقة وما عندهم شي حق المصدر الأول لقرآن محمد وأحاديثه أساطير اليهود وإحنا كنا استخدمنا الكتاب ده قبل كذا وأنا هعرضه لكم مرة تانية عشان اللي بيحب يرجع له المصدر الأول لقرآن محمد هو أساطير اليهود مصدر من المصادر كويس فابني كسير زي ما أنت عارف اللي هو بيتهم أهل الكتاب نعم كل المفسرين بيروحوا للأساطير محمد بيروح للأساطير نعم بيحط في قرآنه وفي صحيح حديثه نعم إذن المصدر الأول لقرآن محمد وأحاديثه إحنا سمعنا ابن كسير بيقول المحيط نعم طيب أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الرابع جزء واحد صفحة 43 وعندما يهبط الشمس بيتكلم عن الشمس كمذكر في الغرب في السماء في المساء فإنه يغطس في المحيط ويطهر جسمه الشمس بتغرف في مية عشان يطهر جسمه جسمها وتنطفئ ناره فلا يكون نور ولا دفء خلال الليل لكن بمجرد أن يصل إلى الشرق في الصباح يغطس في نهر جار من اللهيب حمأة حامية حارة نعم يبث فيه الدفء والنور فيسكبهما على الأرض شايفين شايفين مصادر محمد إيه هي؟ خرافات اليهود أساطير اليهود بقى هنا عندينا الكلام لو راجعته براحة كده عشان الوقت عندي الشمس بتهبط في الغرب في المساء بتروح فين؟ بتغطس في المحيط بتطهر جسمها نورها بينطفئ ما فيش نور ولا دفء خلال الليل بمجرد ما توصل إلى مكان الشرق في الصباح بتغطس مرة تانية عشان تاخد حرارة نعم في عين حامية عين حامية نعم في نهر جار من اللهيب حار نعم يبث فيه الدفء والنور فيسكبهما على الأرض ابنك سر راحنة وقال خدها من موراء المحيط يعني بص احنا تعودنا خلاص احنا يعني خدنا حلقات كثيرة جدا عن أساطير اليهود وكيف محمد أخذ منها في القرآن وفي الحديث فما بيجينا نتعجب صح لكن المتعجب منه هو ابن كثير لأنه بصراحة شخص معلش يسامحوني الأحباء المسلمين شخص وقح لأنه انت بتتكلم عن أهل الكتاب والكذبين والخرافات بتاعتهم وانت رايح تاخد منهم عشان تفسر القرآن بالضبط وما بس دا يعني هو أخذ عنده إسرائيليات عنده إسرائيليات باعتراف علماء في الإسلام عنده إسرائيليات طيب اللي بيقول على إسرائيليات اللي هي الخرافات دي نعم يعني دا بتروح لكتب الخرافات وبتاخد منها وبترجع تقول دول كذبين ودول زنادق ودول ايه دا عشان ما فيش حد يروح يقرأ يعرف إنه أخذ من هناك زي محمد باليهود يعني أكمل بس عشان الوقت بس ملاحظتك حلوة تفضل أنا وصلت هنا قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حمية ألاصل بقى شفنا عين حمية موجودة في خرافات اليهود نعم بشكل آخر بكلمات أخرى ورح ابن كسير كمان خد من هنا قصة المحيط نعم طيب نكمل بقى الحديث عشان تشوفوا كل شيء ما أخذ من اليهود نكمل هنا الحديث بتاعنا تنطلق يعني بعد تغرب في عين حمية نعم وبعد كده حتى تنطلق تخر لربها عز وجل ساجد تحت العرش اللي هي الشمس ده كلام محمد فإذا حان خروجها أعزن الله لها فتخرجوا فتطلعوا فإذا أراد أن يطلعها حيث تغرب حبسها فتقول يا رب إن مسير بعيد أنا عندي مشوار طويل يعني فيقول لها طلعي من حيث غبتي فذلك حين لا ينفع ينفع نفس إيمانها حتطلع في الآخر من الغرب عندنا هنا خرافة أخرى إن الشمس بتروح للعرش تخر عند العرش وبتاخد الإذن من إلهها عشان تخرج وبيمنعها يعطلها شوية يوقفها وبعدين يبعثها كلام ده في أساطير اليهود محمد ما كان عنده شغل أنا بيسمع بيفتكر دول أهل الكتاب بيحط ماذا في أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الرابع جزء واحد وعندما يصبحوا الشمس والقمر جاهزان لبدء نوبتهما يمسلان أمام الرب يتوسلان إليه ليعفيك كلا منهما عن مهمته لكي لا يريا منظر الخطى من البشر ولا يستمر في مسيريهما اليوميين إلا كرها يبقى عنديك الشمس والقمر بيروحوا للعرش وبيستأزنوا في الخروج خد محمد الكلام من أساطير اليهود وخرافاتهم وعلم بيها المسلمين يبقى يبقى أمر تاني مهم جدا طبعا صدق العرب لما قالوا له أساطير الأولين يعني الشحص عشان كده في حلقة سابقة تكلمنا عن أنه في نفسين نفس في الشتاء يعني الشمس لا لا قيمة الشمس مش هي اللي بيجيب الدفع عشان كده حطاه في العين حمية ما هي اللي بتدفي مصدر التاني كارثي شفنا خرافات اليهود اسمع المصدر التاني طبق الأصل بسرعة المصدر التاني لقرآن محمد وأحاديثه شعراء العرب الراوي نازل القرنين هنا دلوقت تبع أتبع كويس ما أدري أتبع كان لعينا أم لا إنما الحديث اللي انت بتقصديه خلينا أقرأ أولا الدخان أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين قوم تبع سورة قاف كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد يبقى هنا دا هو بيكذب الرسل يبقى رسول نعم المفروض دي مصيبة أخرى من أساطير اليهود من هو تبع شفنا مرة قال عليه ما عرفوا العين ولا لا دلوقت هنا بنشوفه إنه رسول بعدين هنا بنشوف في الأحاديث الصحيحة لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم ألص تعالوا بقى شوفوا الورطة الحقيقية البداية والنهاية لابن كسير كتاب أخبار الماضين والقرط بجابة والزمخشر وابن كسير قال ابن حاضر حصل خلاف بين عمرو بن العاص وبين عبد الله بن عباس حبر الأمة ابن عباس على كلمة حميئة وحامية كان مين موجود ابن حاضر قال ابن حاضر لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في كلمة حميئة في معنى حميئة قال ابن عباس وماذا وإذن ما هو حتفدني بإيه قلت فيما يؤثر من قول تبع تبع قال إيه عن زل قرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه كل مسلم يسمع كده ويركز تبع اللي هو ما تسبوه كان مسلم وبالمناسبة هو يهودي في مراجعكم الإسلامية يعني بطل هذه القصة يهودي برضو يهودي طيب شفت اليهود عملوا إيه في محمد والإسلام والقرآن نعم كتبوا كل شيء اسمع بقى الكلام مش كل شيء أشياء كثيرة حتى أكون دقيق ماذا قال تبع في زل قرنين قد كان ذل قرنين جد مسلمة لا تسبوه أسلم حسب ما بتوصل معلومات بجدد محمد ملكا تدين له الملوك وتحشد بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وفقط حرمدي من بعده بلقي سكانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد حتى الهدهد أخذ محمد من هنا بس أنا عندي دلوقتي موضوع زل قرنين ركز معايا بلغ المشارق والمغارب آدي كلام محمد بلغ مغرب الشمس وبعدين في النص القرآني بلغ مطلع الشمس شاف إيه بقى شاف الشمس عند غروبها بتغروب فين في عين ذي خلب وسقط حرمدي اسمع الكلام بقى فقال ابن عباس ما الخلب قلت الطين بكلامهم يعني بكلام حمير اليمن قال ما الثقته قلت الحمق قال فما الحرمد قلت الأسود يا خبر يعني حمق وطين وأسود قالها تبع زمان وإنه شافز القرنين الشمس بتغرب في عين سودة وطين وحمقة قالها تبع وموجودة في شعر تبع عن زل قرنين يجي محمد يأخذها زي ما هي كذا يحطها في القرآن ويدوخكم بصراحة كارثة بكل معاني الكلمة عشان كذا المفسرين لم يستطيعوا أن يقولوا ما قاله محمد والصحابة لو أنت مسلم باحث عن الحق الحق واضح قدامك جلي ما عايز كلام فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل لأنه اللهجة غير اللهجة بتاعة قريش دي لهجة حمير كده أنا خلصت الموضوع بتاعي لقيت نكتتين حبيت أشارك بيها الأحباء المشاهدين لو عندك أي شيء عندنا أعتقد 10 دقائق يكفوا النكتة عندنا حوالي 9 دقائق بس أنا متفاجأة لأنه يعني أنا عاوزة الأخ المسلم اللي زي ما أنت بتقول فعلا الباحث وحتى اللي مش باحث لهو مش عارف لأنه مسلمين كتير ما بيعرفوا الكلام ده طب أنت دورك إيه النهاردة النهاردة وانت بتسمع الكلام ده وانت بتشوف أنه أساطير يعني اليهود غزت القرآن وما فيش أوضح من كده أنه محمد دجال يعني بالسلس بالعشرة بأي حاجة دورك إيه؟ دوره إن يكون شجاع الشجاع هو اللي بيواجه نفسه مش الشجاع اللي بيمشي دوره بالناس الشجاع اللي واجه نفسه ده أول مرحلة للشجاع وهي الشجاع الكبرى بالمناسبة إنه أواجه نفسه أقول أنا غلط أنا لازم أشوف الموضوع ده ماشي إزاي في أي أمور حياته مش بس في الدين مواجهة النفس أنت دلوقتي لا عندك حديث لا عندك قرآن ولا عندك حديث لمحمد ولا عندك حديث لصحابي ولا التابعين قالوا إنه الشمس ما بتغربش في عين حمية كلهم متفقين على هذا الكلام ووضحنا لك بالدليل إنه لما ابتدت العلوم تظهر هؤلاء رفضوا كلام محمد ولا عبروا ولا عبروا ظاهر القرآن فيما عدا الشكاني وابن الأخشاد اللي احنا قدمناه نعم ما عندك دليل سيب الدليل ورايح تأول إش أنتوا بتقولوا مع النص ما في اجتهاد نعم طب إنت عندك نص واضح قرآني وحديث وصحابة ما عندك عزر ليس بتو عندي نقطتين لو عندك عايز تقول أي شيء تفضل نكات الحلقة من التفاسير الإسلامية ما دورت إن هي صحيحة ولا مش صحيحة أنا وجدتها في التفاسير ابني كثير اللي بيقول أهل الكتاب نعم الكذابين والزنادق تعالوا نشوف أنت عندك إيه تفاسيرك نقطة الحلقة الأولى هو اللي قدمها نفسه ابني كثير موجودة عنده وموجودة في الطبري الناس دول بعد ما وصل للناس اللي بتغرب عندهم الشمس ما شافه وصل للناس اللي بتطلع عليهم الشمس اللي هو زل قرنين نعم ده في القرآن ده أنا لو كملتلك الجزء الثاني يسعق المسلم ما في قرآنه يسعق إنه وصل كمان للناس اللي بتطلع عليهم الشمس فواضح إنه زل قرنين ده سوبر يعني نعم طيب فلما وصل هناك بيقول إيه سمع أو جاءهم جيش للناس دول مرة فقال لهم أهله أهلها لا تطلوا عن عليكم الشمس وأنتم بها امشوا ما تبعدوا معنا هنا قالوا لا نبرح حتى تطلعوا الشمس ما هذه العظام شايفين عظام الجيش بيسأل قالوا هذه جيفوا جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا قال فذهبوا هاربين في الأرض ده نكتة بيقدمها في يعني الشمس قريبة لدرجة إنه حرقت جيش الشمس اللي بتطلع على الناس دول نعم قريبة طب الناس الثاني عايشة إزاي تقري العجب إزاي بيدخلوا في الماء طول الوقت وما يقدروش يطلعوا ولا يواجهوا حد ما تغرب الشمس يطلعوا يقعدوا يصيدوا سمك كلام كله بتاع ألف ليلة وليلة أفضل ده ابن كسير اللي بيقول عند أهل الكتاب نعم هذا دي موجود في تفسيرك نعم يعني أنت حطيت القصة ولم تعلق عليها طب أنت عندك القصة دي يعني إزا الشمس جريبة صحيح ولا حرقته إزاي صحيح طيب ده معناها إيه عنده عند ابن كسير ما هي إما في السماء وزل قرنين راح السماء يا إما هي في الأرض في حتة موجودة على الأرض صح على الأرض يقدر يوصل عشاء سواء وراء البحر تحت البحر المهم هي على الأرض وفي نفس الوقت هو مكان يقدر يمشي وقادي الناس طلعت حراجتهم الشمس صح أتفق معك أوصل للنقطة التانية فالنقطة التانية هي فعلا نقطة فعلا نقطة يعني النقطة التانية موجودة في القرطبي والرازي والزمخشري برضو الرازي بالمثل والزمخشري كأنه ما سمع حاجة كأنه ما مع أنه متأخر يعني كأنه ما سمع هو إلى حد كبير كان حريص أنه يتكلم في أي شيء يقول وذكر في كتب التفسير أن بعضهم قال سافرت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم اللي بتطلع عليهم الشمس فقيل بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم يوم وليلة فقعدت أمشي لحد ما وصلتم فإذا أحدهم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى آسف آسف سمحوني يعني تخيلي بيفرش واحدة ينام على ودانه نعم ويلبس التانية ما هو عاي يغطى بإيه ما هو واحدة فرش والتانية غطى ده إيه ده ده في كتب الأحباء المسلمين في التفسير يقول لك إسرائيليات طب شلتوا الإسرائيليات ليه معناها أنتم ما تعرفوش أصلك طالما شلت حشيت عندك وانت عالم أنت مش عارف الغث من السمين يعني طيب وبعد كده وَلَمَّا قَرُبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سَمِعْتُ كَهَيْئَةِ الصَّلْصَلَةِ تعمل صوت الشمس وهي طالعة فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن فلما طلعت الشمس إذ هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سربا لهم سرب تحت المية كده أو زي كهوف فلما لما عندهم شو كهوف أصلا لأنه قالوا ما بتثبت الكهوف ولا عندهم مباني بتثبت فلما ارتفع النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فينضج شفت الكلام ده إزاي بعد ما خلاص يصطادوا السمك طب حناكلوا إزاي ما عندين الشمس إيه حطوا جنب الشمس ينضج السمك وناكل وتوتا توتا خلصة الحدوتا بص عزيز المسلم الحلقة دي هي مفروض تكون لكل باحث عن الحق حلقة فارقة لأنك انت ممكن زمان بيقولك لا ما ابني كثير قال قال الشمس كأنها لا القرطبي قال لا الرازي قال النهاردة الطرح مختلف الطرح لا الرازي والقرطبي والبيضاوي وكلهم دول رفضوا القرآن رفضوا صحيح الحديث عن محمد والصحابة والتابعين والتابعين التابعين لحد الطبري كانت الأمور ليس فيها أي مشكلة أول ما ابتدت العلوم تظهر تركوا ورفضوا النص وبدأوا في التأويل باعترافهم فإن تنهاردة قدامك خيارين لا ثالث لهما كاتب القرآن لو إله لا يقل هذا الكلام عن الشمس إطلاقا أنها تغرب في عين حميئة هو شاف الشمس افتكر حجمها بالرؤية البصرية هي قدر كده تكبر شوية في الغروب تبقى قدر كده افتكر ده حجمها طبيعي ممكن تغرب تغرب في عين حميئة لكن الحق والعلم غير كده فإنت إما أنك أنت تظل مع صحيح وظاهر القرآن والصحابة ومحمد وإما تقول هذا لا يمكن أن يكون إله سأبحث عن الإله الحق كانت هذه الحلقة مدعمة بالأسانيد الرب يبارك حياتكم نغتنموا شكرا لك العافو المشكلة أنه الأخ المسلم حيدفع حياته ويعيد حياة أرضية صح حيدفع تمن غالي جدا جدا لو استمر على كده شكرا لكم وبنامة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة